دمار وأدرار جسيمة تحدثت عنها الأمم المتحدة في تقرير لها عن الرمادي التي يسكنها نحو نصف مليون شخص والصحاجة ما يقارب الستة ألاف مبنى لإصلاحات وترميم هذا الدمار تسببت به الهجمات التي كان يشنها مقاتل داعش والغارة الجوية التي كانت تشنها طائرات التحالف والطائرات العراقية على مواقع داعش حتى تم ترد المتطرفين أخيرا من المدينة لكن الدرر بدأ يتكشف لاحقا وإن بصورة أولية لم يتم التحقق منها على الأرض الأمم المتحدة استشهدت بصور للأقمار الصناعية كانت قد التقطت بتاريخ التاسع والعشرين من يناير الماضي لمناطق في مدينة الرمادي والتي كشفت عن دمار هائل مقارنة بصور التقطت سابقا لنفس الأماكن بتاريخ السادس من يوليو عام 2014 حيث أصاب الضرر أكثر من ثلاثة آلاف ومائتي مبنى في الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار وتوزع الضرر بين هدم كامل لما يزيد عن ألف ومائة مبنى سويت بالأرض وثمانمائة مبنى آخر تدررت بشكل كبير والبقية أصيبت بأضرار وصفها التقرير بالمتوسطة وتعاني الحكومة العراقية من نقص السيولة وتطالب المانحين الدوليين بالمساعدة لإعادة إعمار الرمادي حضرت كل المنظمات لدعم جهود المحافظة في إعادة الاستقرار وعودة النازحين حقيقة شاهدنا توجه كبير من المنظمات الدولية لدعم المحافظة تمهيدا لتقديم مشاريع المحافظة وإعادة النازحين بشكل سريع الأمم المتحدة من جانبها تعمل بالتعاون مع السلطات العراقية على خطط لإعادة بناء الشبكة الخدمية لكن مسألة عودة النازحين إلى ديارهم لا تزال أمرا غير ممكن في ظل الوضع المعيشي المتردي ومخاوف من وجود متفجرات زرعها المتطرفون قبل مغادرتهم المدينة سمح سيد العربية